بلوقتي ناخد حضراتكم نروح لمجموعة من الأخبار برا مصر في تجربة فريدة من نوعها افتتحت الدنمارك في مدينة فاردي أغرب المدارس في العالم غريبة إزاي لأنه ما فيهاش لا فصول ولا مقاعد بالشكل التقليدي اللي كلنا عارفينه المدرسة دي هتكون نقطة ارتكاز للمشروع التعليمي الجديد وهتستقبل قريب جدا حوالي 900 تلميذ تم تصميم المدرسة بدون فصول دراسية أو مقاعد ويكون فيها بدل من ده قاعات بيتم تجهزها بحسب المواد الدراسية المسؤولين في المدرسة طبعا مرحبين جدا بالفكرة ومتفائلين لأن المدرسة هتأسس لمنهج تعليمي يستجيب لمتطلبات المستقبل طبعا هو الجميل يا بس أنت نحن بنكسر الصورة النمطية عن المدرسة يعرف البوستر منتشي يقولك إيه كنا لا نحمل هاما الساعة سابعة صباحا لا كنا نحمل هاما ونحمل شنطا فيها كمية كتب قد كده ونفضل قاعدين في الفصول لا بصراحة كان عامل نفسي أنا أصلا عندي قناعة أن مش كل الناس بتقدر تعلمهم بنفس الطريقة أو بتقدر تتلقى المعلومة بنفس الطريقة فأنا بشوف لما يبقى فيه أوديتوريوم أو مكان ما فيهوش مقاعد أو يعني الكلاس زي ما احنا فهمينه بتغير الصورة النمطية وتغير الصورة النمطية وكمان بتوصل المعلومة بطريقة يقدر الطفل أنه يفهمها في سنه وما حسب برضو سن الطفل أنا في الحقيقة بشجع حاجة زي دي جدا بتمنى لو كانت على أيامي موجودة من 20 سنة في مواطن صربي قرر أنه يمشي ويسيب بيته وشغله ويسكن جوا كهف ساب كل حياته وراه ووزع صروته على الجمعيات الأهلية وقرر أنه يبعد عن الناس المفاجأة بقى أن المواطن الصربي ده تلع من كم يوم من كهفه عشان ياخد لقاح كورونا ولما الناس سألته إيه اللي خليك تعمل كده قال أن العيشة في الكهف مريحة وهدية وما فيش أصوات مزعجة ولا زوجها تتخانق معاك ولا حد يديقك من الجران شوفت الراجل يعني كان بيعاني من زوجته واضح لو أنه يحبس نفسه في كهف المدة 20 سنة يعني واضح أنه كان بيعاني كتير قوي طب هو عارف منين أنه في كورونا لو هو حبس نفسه بقى أو عزل نفسه هو مش عوزة تامة لكنه هو بيخرج يعني بيقوله بيشاهد في المدينة مرة كده كل سنة فبالتأكيد سمع أنه في كورونا وقال طبعا كورونا ما بيختارش أو ما بينتشر بشكل عشوائي فوارد من هو يجيلي في المكان اللي أنا موجود فيه في الكهف فعشان كده خرج عشان ياخد اللقاح وبالمناسبة شجع الناس كمان عشان تاخد اللقاح بس نرجع للنقطة الأساسية كنت لسه أقولك أنت سبت كل الخبر ومسكت في النمرات وهي اللي خلته يروح يعيش 20 سنة مش أنا اللي مسكت هو اللي قال كده قال ما بتجدلش مع زوجتك ما بتتخانقش مع زوجتك قال الجيران كمان بتروح تقعد قال الجيران كمان وحق السبب في النص يعني أنا بهدي النفوس يا شازي هو تعيي خاف أصلا يحط السبب في الأول عشان خاف من المراته أكيد أكيد طبعا طيب من ضمن الأخبار كمان اللي معانا في بريطانيا أغرب وأصغر منزل ممكن تسمع عنه في حياتك ممكن طبعا يكسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة جنس المنزل ده عرضه 6 أقدام ارتفاعه 10 أقدام و1 بوص مع مساحة أرضية قابلة للاستخدام وصلت ليه مترونوس رغم أن يسعر المنزل مش كبير جدا إلا أنه من أفضل مناطق الجذب السياح لأنه أتبانى من 400 سنة أعتقد أنه هو عشان أثري فقط هو ده لمخليه عامل جذب السياح أنا يعني أنت فاهم متر ونص ده يعني ده طول إنسان أنا هاخد خطوة أصلا مش عارف هرجعها تاني يعني المتر ونص دول أنا هاخد خطوة وبعدين مين كان بيوسكم في المنزل ده تفتكر مين يعني الأطوال عامل إزاي أصد هيعرف يعيش إزاي أصلا يعني هو المبدئية مش هيستحمل غير شخص واحد بس برضو هيشتغل الجهاز مش هيوله شخص واحد بس أنا أنا فكرت بقى في حاجة تانية مختلفة يا شخص دي يعني فين مثلا المطبخ فين الحمام ليه سميناه منزل لو هو ما فيوش غرف مختلفة يعني فاهم أصلي لا كاركون في الشارع بتاعدي الإمام أكبر مني أيوة صح قطيع من 14 فيل بري عادوا لموطنهم الأصلي بإقليم يونان في جنوب غرب الصين بعد ما قطعوا 1300 كيلومتر وعبروا جسر كبير فوق نهر يونان بأمان يعودوا باتجاه المحمية الطبعية في جنوب غرب الصين في رحلة جذبت اهتمام كبير عبر قطيع من 14 فيلا بريا بأمان جسرا فوق نهر يونان ليعود باتجاه محمية طبيعية في جنوب غرب الصين بعدما قطع مئة الكيلومترات في رحلة جذبت اهتماما كبيرا كانت لجنة طوارئ مكلفة بالتعامل مع الأمر قد وضعت سياجا مكهربا وطعوما ورسمت طرقا صناعية لضمان أن تسدك الأفيال الطريق الصحيح وجرى نشر أكثر من خمسة وعشرين ألفا من الشرطة والعاملين وألف وخمسمائة عربة طوارئ لتتبع الفيالة وإطعامها وضمان سلامتها كما تم إجداء أكثر من مائة وخمسين ألفا من السكان من طريق هجرة الأفيال وتخصيص أكثر من خمسة ملايين يوان أو ما يعادل سبعمائة وواحدا وسبعين ألف دولار لتغطية نفقات أي أضرار بالممتلكات وفي أبريل نيسان الماضي غادر القطيع الذي كان يضم خمسة عشر فيلا في ذلك الوقت منطقة بوير وصارى لأكثر من ألف وثلاثمائة كيلو متر قبل أن يصل إلى ضواحي كومنغ عاصمة إقليم يونان في يونيو حزيران وزاد عدد الأفيال في الإقليم في العقود الماضية وقال التقارير إنها تواجه ضغوطا بسبب نقص النباتات التي تتغذى عليها في موطنها بالغابات يعني التقارير ده موبيج جدا في الحقيقة والموبيج أكتر أنهم أجلوا 150 ألف ساكن من طريق الفيلة جميل أوي بما يدلهم الطريق طبعا عشان يعرفوا يعدوا بأمان يعني الفيلة دي من أجمل مخلوقات ربنا فعلا يعني فوعي الناس هناك أنهم يفضلوا من الطريق أنت عارف أنا بحب الحاجات دي قوي فكان لازم أعلق عليها طيب في خبر تاني معنا علماء في أندونيسيا صمموا روبوت بداء الصنع استخدموه في نقل الطعام إلى السكان اللي عزلوا نفسهم لإصابتهم بفيروس كورونا الروبوت ده مصنوع من الأدوات المنزلية زي الاطباق مثلا جهاز تلفزيون قديم وسموه دلتا روبوت في إشارة طبعا للسلالة شديدة العدو وشديدة الخطورة من كورونا واللي بتجتاح أندونيسيا هذا الروبوت البدائي الصنعي الذي صممه علماء على سبيل التسلية في إندونيسيا وجد وظيفة جديدة خلال الجائحة تتمثل في نقل الطعام إلى السكان الذين عزلوا أنفسهم لإصابتهم بمرض كوفيد-19 الروبوت صنع من مجموعة منطقات من الأدوات المنزلية مثل القدور وأواني الطهي وشاشة جهاز تلفزيون قديم وأصبح اسمه دلتا روبوت في إشارة للسلالة شديدة العدو من فيروس كورونا التي تجتاح إندونيسيا وقال أسيانتو وهو من أعيان المنطقة ويتولى رئاسة المشروع إنه في ظل سلالة دلتا الجديدة والعدد المتزايد من حالات كوفيد-19 قرر تحويل الروبوت لاستخدامه في خدمات عامة مثل رش المطهرات وتوصيل الطعام وتلبية احتياجات السكان الذين يعزلون أنفسهم ورأس الروبوت مصنوع من إناء لطهي الأرز وهو يعمل بالتحكم عن بعد ببطارية تعمل لمدة 12 ساعة وهو واحد من عدد من أجهزة الروبوت التي صنعت في قرية اكتسبت سمعة الابتكار في التكنولوجيا وقال بنظير إمام المحاضر في معهد تلكم للتكنولوجيا إن الروبوت مصمم للاستخدام في القرى فقط وبالتالي هو ليس مصنفا كروبوت عالي التقنية وأوضح أنه تمت الاستعانة بهيكل سيارة لعبة مستعملة لتشكيل قاعدة الروبوت واستخدام بطارية لتشغيله كما يتم إرسال أوامر تحريكه عبر جهاز التحكم عن بعد ويسير الروبوت على مهل في الشارع حتى يصل إلى بيت أحد المعزولين فتنطلق رسالة صوتية تقول السلام عليكم وتتبعها رسالة أخرى تفيد وصول الطعام والتمنيات بالشفاء وقد أصبحت إندونيسيا مركزا لتفشي كوفيد-19 في أسيا وسجلت أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة وثمانين ألف إصابة وأكثر من مائة وثمانية ألاف وفاة بالفيروس بين سكانها البالغ عددهم مائتين وسبعين مليون نسمة طبعاً الجميل إن الكورونا خلت كل الناس تفكر كنت لسه أقول لك الناس كلها تصرفت كله يتصرف كله يعمل أي حاجة يعني إحنا شوفنا أصلاً الروبوت ده بداية صنع شاشة تلفزيون قديمة قطعة بلاستيك باق بلاستيك سكوتر من تحت كده تحسوا آه يعني وبقى اختراع في الآخر بقى اختراع وبيساعد الناس دي أجمل حاجة في الموضوع إنه هم فعلاً فكروا بره السندو شازلي خلينا نروح لفاصل مشاهدين هنستأذن حضرتكم نروح لفاصل سريع ونرجع لحضرتكم بعد الفاصل